نرحب عبر الأقمار الصناعية من القاهرة بالأستاذة ميد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية وعضو مجلس الشيوخ أرحب بك أستاذ عماد يعني بالتأكيد كارثة كبيرة وبالتأكيد الكثيرون ينتظرون من مصر أن يكون لها دورا كبير أو أن يكون لها دورا كبيرا في هذه الأزمة بحكم الجوار بحكم العلاقات الممتدة بين البلدين كيف تقيم المساعدات التي قدمتها مصر إلى ليبيا حتى الآن والمنتظر تقديمه أيضا خلال الأيام المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين أظن أن مصر تحركت بسرعة ملحوظة في هذه المأساة الإنسانية الضخمة وغير المزوقة التي تعاني منها الشقيقة ليبيا والتحرك كان على مستويات كثيرة من أول عبارات التعازية التي كتبها كثير من المصريين على صفحات التواصل الاجتماعي لأشقاهم في ليبيا نهيئة بتحرك الدولة المصرية على مستوى مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وقد كنت حاضرا بالأمس في قاعدة الهيك السبب في الصفافة التي نظف معدات الإغازة التي نظمت القوات المسلحة لتنظيم المعدات والمساعدات التي سيتم إرسالها إلى مصر ظني الشخص مما رأيته في الهيك السبب الأمس ومما سمحت إليه من أول رئيس الأركان وزير الدفاع رئيس الجمهورية والعديد من المسؤولين أن مصر تولي أهمية خائقة للمساعدات المصرية إلى ليبيا هذا واجب قومي بطبيعة الحال وتحرك إنساني طبيعي ليبيا دولة دوار ألف ومتين كيلو متر علاقات مصهرة ونسب وخوة متشعبة في كل مكان وبالتالي ده تحرك طبيعي الحجم يعني مصر على سبيل المثال قرارة إرسال حملة الطائرات أو مروحيات المسترال إلى ليبيا تحمل العديد من المواد الغذائية ستتحول جزء منها إلى مستشفى ميداني ومكاتب إدارية حتى تخفف العبع عن الإخوة في ليبيا بحيث أنها تعمل مباشرة من أشواء مصر إذن تسير على مصارين أستاذ عماد فضلت بداية الحديث معك فيما يتعلق بالمساعدات بحكم موقعك في مجلس الشيوخ وأيضا ككاتب صحفي رئيس تحرير الشق الأول يتعلق بالمساعدات لليبيا والشق الآخر يتعلق بالمساعدات والإعانات المقدمة للمصريين الذين قضوا في هذه الأحداث وفي هذه الكارثة لأنهم بالمئات بالتأكيد هناك عمالة مصرية كبيرة متواجدة في ليبيا ومن ثم كانت هذه الأعداد الكبيرة أيضا في صفوف الضحايا سواء القتلى أو المصابين الحكومة أعلنت عن حزمة مساعدات كيف تقيم هذه الحزمة وهل نحن في حاجة إلى مزيد من الدعم للمتضررين من هذه الكارثة بطبيعة الحال كما تعلم أنه أي مبالغ أو أي طاوضات لا يمكن أن تغني عن فقدان الأحبة وهؤلاء الشباب وطبيعة الحال مما يزيد الأمر فداحة أن غالبياتهم من الشباب يعني أعمارهم تتروح بين العشرين والأربعين الدولة المصرية من أول مسألة النقل ونقل الجسامين أو المساعدة في استخراجهم أولا ثم نقل الجسامين وعمليات الدفن نهاية بالتعويضات التي ستقدم اليوم كما لاحظنا كان هناك تحرك من غالبية الوزارات من أول إعفاء الأطفال الأسر اللي هم أطفال الشهداء وهذه الأسر من الرسوم الدراسية المساعدات النقدية والعينية وأنا أتصور أيضا الأوقاف أظن وكثير من الهيئات المصرية بدأت تصرف إليهم معونات لكن الأمر أظن ربما يكون له طبيعة مؤسسية أيضا ومزيد من الدعم لمواسات هؤلاء كما تعلم أنه العدد غير نهائي حتى الآن لأنه عدد المصريين في شرق ليبيا كان كبيرا لكن لا توجد بطبيعة الحل للأسف الشديد إحصائيات هي عمالة غير منظمة معظمها إما أنهم أميون أو حاصلون على دبلومات فنية بالنسبة إليهم ليبيا ومعظمهم يذهبون إليها برا خصوصا لمدن طبرق بني غازي درنة ومدن شرق ليبيا وبالتالي هذا يفسر لماذا عدد المصريين كبير في هذه المأساة الإنسانية ومعظمهم كما علمت كانوا يعملون في المعمار فيما تعلق بقطاع المقاولات عموما كما تعلم هناك قصص إنسانية مأسوية عليهم أنفسكم